يشدنوا أنه وزير المال حذر من الاستحاءات اللي جاية واللي اعتبر أنه بتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد ولازم أنه نخرج من منطق رفع الأسقف والتحديات لحتى نوضع المصلحة الوطنية على الطاولة وبما يتعلق بموضوع الحكومة من المفترض أنه يقدم الرئيس الحريري هيدا الأسبوع سيغة أو أكتر لرئيس الجمهورية وفي موقف كتير بتتعلق بموضوع الحكومة تم إطلاقها رح أحكي عن موقفين الموقف الأول لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم آسم اللي قال إذا البعض نفكر أنه بيربط تشكيل الحكومة بالخارج وأزميته هيدا الشي بيؤدي إلى حل لأ رح يؤدي للمزيد من التعطيل وإذا كان البعض عم يربط برئاسة الجمهورية ونفكر أنه موقعه بالحكومة بيهيئ لإله أنه يكون رئيس للجمهورية فهو وهم والموقف الثاني هو لنائب واقل أبو فعور اللي قال أنه ما في حزب حاكم بلبنان واللي بتستهوي هيدا الأدوار يشوفوا شو صار بتجارب الأحزاب الحاكمة بدول عربية وقال العقدة الوحيدة اللي منع تأليف الحكومة حتى اللحظة هي عقدة الاستئثار والاحتكار والتحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة